تحرك الناس في تجاه مش مظبوط ده كلام سيدة رئيس النهاردة على مسألة الوعي اللي هي دايما نقول نخلي بالنا ما بين اللي بيحصل لأرض وما بين اللي بيشاككوا في أي حاجة تحصل على الأرض طيب اللي بيشاككوا دول ما احنا عارفينهم حضرتك مش عارفهم عارفهم وكلنا عارفين مين اللي بيشاك مين اللي مش عايز خير للبلد دي وزي ما قلنا كده مرة واتنين وعشرة اللي قاعد جوه أو اللي قاعد بره منهم هو عايز البلد دي بكرة ما تبقاش موجودة أساسا تطلع بعض الأسئلة كتير وهي الناس بتسأل سيدة رئيس النهاردة كان فيه لقاء مهم مع الإعلاميين ورؤسات تحرير ومجالس إدارات الصحف اللي كانوا موجودون مع سيدة رئيس النهاردة كان حوالين جزء يعني كلم سيدة رئيس كده حوالين الحوار الوطني الحوار الوطني لكل المصريين الحوار الوطني الناس يقول زي ما عايز أرى وأنت فتح مجال للحوار يعني أستكلم يعني وكله يسمع بعضه يعني إيه اللي معه يسمع واللي ضد يسمع واللي معه يقول واللي ضد يقول يعني إيه هو هو يسمع حوار الوطني نتمع حوار الوطني بلد في الآخر بلد مش هتلاقي كل الناس ضد ومش كل الناس معه خلينا نقع ما هي دي طبيعة لا كله هنا ولا كله هنا بس في الآخر ايه نبصين على بلد على وطن مش أشخاص وطن ده اللي يهمنا كلنا ألا إن بارح عبود الزمر يقول لك رجعونا عايزين نبقى موجودين جماعة الإسلامية ما هو بعد الأمريكان ما رافعوا وبتاع بدأوا ايه ده ناقص عاصم عبد ماجد يقول لك أنا عايزة يجي أنا عايزة أبقى موجود اللي هو قاتل مية وسبعين مية وثمانين واحد في مدير تأمنا قسيوتهم تماني اكتوبر واحد وثمانين عاصم عبد ماجد إرهاب الهاربان ده جماعة الإسلامية ناقص يقول لك اشركونة احنا جزء اللي ايده قولنا ملطخة بالدم يبقاش موجود اللي ايده ايه ملطخة بالدم يطلع بعض ناس عملوا وانت النهاردة تيجي تقول اخوان ولا مش اخوان الحوار للناس اللي عايزة صالح مصر ما يكونش ايديه ملطخة بالدم ملطخة ايه بدماء المصريين محدش ابدا يقدر يقولك يبقى ده موجود او ده مش موجود ده ايه معروف خلاص وده فيه اتفاق من الكل ما حدش نهاردة ستة معاشور نقيب المحامين والله يخض انتخابات نقابة المحامين كمان القادمة في شهرة تسعة القادم وايضا عضو مجلس الشيوخ والقيادي الناصري المعروف ستة معاشور يكون معنا النهاردة هنتكلم على امور كثيرة جدا منها الحوار الوطني وده يمكن اول يعني لقاء بنعمله في اطار الحوار الوطني عايزين يسمع الناس بكرة يكون معنا كمان دكتور سيد بدوي دكتور سيد بدوي كمان كان بعيد عن مشهد بقاله اكتر من سنتين ثلاثة هيبقى موجود معنا ان شاء الله في حوار ايضا غدا زي ما بقولوك هنفتح المجال للناس ونسمع الناس ما نسمع كل الناس معادة مين اللي ديهم الاطخة بالدماء جماعة الاخوة الارهابية اللي هم مفيش وجود لهم اساسا وسطينة ولا معانة ولا اي شيء كل الناس تبقى موجودة معانا ان شاء الله باذن الله تعالى زي ما بقول كده احنا بنتكلم على حوار نسمع اللي بيؤيد ونسمع اللي بيعارض ووجهات النظر وبالتالي في الاخر احنا عايزين في الاخر ايه مصر مش عايزين حاجة تانية غيرها ونبقى نخلي بالنا مما يحاك لبلدنا وزي ما قلت وافضل اقول الحكاية دي الموضوع لم ينتهي لم ينتهي اشتركوا في القناة